أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العسيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ميت فابد فارجع البصر هل ترى مي فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفوه تكاد تميذ من الغيذ كلما ألكي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلالي كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه علم بذات السدور على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأميتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أميتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقابد ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقابد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينسوكم من إدون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل جوف عدب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سبيا على صغات مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما ناذير مبين فلما رأوا الزلفة نسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلك أني الله ومن معي ورحمنا فمن يشير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكل فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما آت بنعمة ربك مجنون وإنك وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المكنون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادهوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم ما سم الشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عطلين بعد ذلك الزني من أنكاد ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أسات إلى الأولين ساسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مسبحين ولا يتسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مسبحين أن اجدوا على حرطكم إن كنتم صامرين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرط قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسدهم ألم أكن لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعدهم على بعد يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والأهذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عيد ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما يتخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم الكيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم من كانوا صادقين يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم في مغرة مفقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون فاسبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لو لا تداركه نعمة من ربه لنفذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعن وما قبله والمؤتفكات بالخاتية فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يطردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظنات أني ملاك حسابي فهو في عيشة رادية في جنة عالية كتوفها تانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلبتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القادية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطاني أخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسية زرعها سبعون ذراعا فاسدقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسولي كريم وما هو بقول الشاعرين قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهني قليلا ما تذكرون تنسين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما ميكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن ميكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يومي كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبروا الصبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرد المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وبصيلته التي دؤفيه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبى وتولى وجمع فعوعا إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جسوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفكون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلوة صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين هيا طمعوا كل أمرهم منهم أن يدخل جنة جنة نعيم كلا إنا قلقناهم مما يعملون مما يعلمون فلا أقسموا برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمزبوكين فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي إنك إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه يوافعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آدانهم واستقشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فكلوا استكفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله أقارا وقد خلقكم متوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع السماوات يتباقا وجعل للقبر فيهن نورا وجعل الشمس السراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم اللغة بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا هصرا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن نودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوك ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أكرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم ميدون إلا ينصرا قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمان دخل بيدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تسد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمعنا فرمي الجن فقالوا إنا سمعنا كرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لا تقول الإيس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإيس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظناتم من لن يبعث الله أحدا وأننا لما سمعنا الهدى وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرثا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لن لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومما دون ذلك كنا طرائق كددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بأسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومما القاستون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاستون فكانوا لجهنم حطبا وأن لما استقاموا على الطريقة لأسقيناهم من غلقات لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يزهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نسفه أبي قس منه قليلا أو زد عليه ورطن القرآن ترطيلا إنا سنلكي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطأ وأقام كيلا إن لك في النهار سبحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واسبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من الكرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون منه فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وآقيموا الصلاة وآتوا السكاة وآتوا السكاة وآقردوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إذا الله هو خيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعودا إنه بكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قدل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدةهم إلا فدة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يطاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والسبح إذا أستر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت غهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخود مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معردون كأنهم حمر مستنفر فرت من قصر بل يريد كل مرء منهم أن يبتى سحفا منشرا كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكر فما شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوم بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرات لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باصرة تذن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراكي وكيل مرات وظن أنه الفراك واتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلغا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يطرك سدا ألم يكن طفة ممن يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاز نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأقلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مجاسها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نترة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ذلالها وذللت كتوفها تذليلا ويتوف عليهم بآنية ميفضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا ميفضة يقدروها تقديرا وإسقون فيها كأسا كان مجاسها جنزبيلا عيني فيها تسمى سلسبيلا ويتوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خدر خدر وإستباط وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن أزلنا عليك الكرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلان طبيلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا وذرا نعوا نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم نجلت ليوم يوم الفصل وما أذراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيا وأمواتا وجعلنا فيها راس شامقات وأسقيناكم مانفراتا ويلو يومئذ للمكذبين إطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشراريك القصر كأنه جمالة سف ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينتكون ولا يؤدن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان بكم كيد فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ومما يستهون كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا كيد لهم اركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون